الوضع في فلسطين لازال شديد الصعوب شديد المأسوية شديد البؤس الوضع صعب إلى أبعد حد ممكن يتصوره إنسان الأمم المتحدة نفسها تعلق على ذلك مرارا وتكرارا الأمين العام للمؤسسة أو المنظمة الأممية يعلق على ذلك بل أنه تعليقاته حول إسرائيل الحقيقة يعني تعليقات أكتر من عظيمة بسبب ذلك في أنه إسرائيل واللبيهات الصهيونية اللي موجودة في كل حتة في العالم تستهدف هذا الرجل يبقى طبعا مجلس الأمن كما هو 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 الأمريكان يستخدموا الفيتو يعطلوا أي قرار لوقف إطلاق النيران أو لهذا العدوان الوحشي على الأراضي الفلسطينية وصلنا إلى مرحلة أنه الصهينة بيوقفوا المسعفين يقلعوهم هدومهم هو ما كده في حاجة غلط لا هو مش كده في حاجة غلط هو كده بقى فيه أم الأثافي يعني إحنا دخلنا من المدابح والمذابح وقتل الأطفال والسيدات والشيوخ والعجائز دخلنا لمرحلة أنه بتقلعوا الناس هدومها يعني طب أنا بس عايز أفهم والله بتكلم بجد وكنا النهاردة بنتكلم أنا ومجموعة من الأصدقاء يعني وده حقيقي مش هزار يعني إنه هو هو العلم أعمى ولا بيستهبل يعني لو حد في المنطقة العربية أي دولة أي حق مسؤول في أي منطقة من الدول العربية عمل حاجة ممكن تسير حفيزة أصغر واحد في دولة في الاتحاد الأوروبي بيعملولنا عليها حدو توسين وجيم ونلاقي بيانات ونلاقي تهديد بعقوبات وحواديت حواديت لكن للأسف أنها دولة للأسف بكاملها بتمارس كل أنواع الغي تجاه شعب بكامله مدابح وعمله تقليع الناس هدومهم وعمله حتى المسعفين والمجتمع الدولي بيتفرج وحكومات الاتحاد الأوروبي عاملة كده طب هو حد فيه موقع عقوبة وحدة على هذا الكيان الصهيوني المحتل عقوبة وحدة حد قال احنا هنبطل نصدر لهم سلاح لا حد قال هنوقف عمليات التبادل التجاري ما بيننا تصدير كان أو استيراد لا الأمريكان بقى الأمريكان بقى هم بقى ملوك منظمات حقوق الإنسان يا جماعة ولازم وحنا لا يمكن أن نسكت ولا يمكن أن نصمت ده على أي حاجة لو حد رمى إبرة ورنت في الحجز فصحت واحد محجوز انتوا قلقتوا من نومه أصلاحنا هنحجز المبلغ ده ده فيه حد اتشخط فيه وهو بيلعب رياضة في الحوش فاحنا والله هناخد إجراء لكن لما إسرائيل تقتل الناس وتتبعهم وتضرب المستشفيات وتقتل المرضى على الأسرة ويخشوا يرشوا الناس فاكرين الواقع بتاعت المستشفى يخشوا يرشوا الناس بالمدفع الرشاشة في سرايرهم جوه المستشفيات ولما يجبروا المسعفين على خلع ملابسهم أمريكا عاملة كده وتكد تكون مبتسمة الحقيقة يا جماعة وقفوا العدوان فيتو فيتو على الايه المساعدات بدأنا نفكر فيه طرق أخرى علشان نقدر نوصل للمساعدات لأكبر قدر ممكن من الناس قد يكون المشهد الوحيد الذي يدعو لتفاؤل مش هقولك للبهجة لكن مفيش بهجة في هذا الوضع لكن يدعو لتفاؤل هو المشهد المصري سواء اذا كان على الصعيد السياسي او على الصعيد الانساني او على الصعيد الدولي وازاي مصر تقدر تكون لبيهات لخلق ضغوط على هذا الكيام الصهيوني المحتل الغاشم المتوحش فبنفكر وصلنا الى انه نسقط 45 طن من المساعدات الانسانية والاغاثية على اهلنا في غزة هنعمل ايه طيب قوات المصرية هتنزل هذه المساعدات طيب ولسا احنا بنفكر يا جماعة طيب والتهدئة طيب وهنوصل لهدنا ولا ايه طيب الظروف هتبقى ماشية زي خلال فترة الجاية ده احنا داخلين على شهر رمضان